اشتركوا في القناة لما حدث انه نقل بعض مقرات وزارات الى العاصمة الادارية الجديدة فهذه الاماكن يجب استغلالها بشكل جيد وكان الفكر الاقرب انها مباني متواجدة داخل وسط العاصمة في القاهرة تحديدا وبعض المدن الاخرى سيتم استغلالها بشكل فندقي تاني شيء كانت فيه مبادرة اطلقت عام 2020 اثناء كورونا للتطوير قطاع الفنادق بشكل عام اثناء توقف العمل لفترة التوقف يتم استغلالها في التطوير بس للأسف لم يتم استخدام هذه المبادرة بشكل جيد او تطبيقها على عرض الواقع المبادرة المرة دي تم اطلاقها لسببين اولا انه طريقة سداد او رد القروض التي ستمنح الى الشركات المالكة لهذه الفنادق او المنشآت سترد 40% بالعملة الحرة بالدولار الامريكي فدي هترفع من قيمة او هترفع هتزيد من دخل الدولة من العملة الحرة المبادرة تتلخص في التالي انه تستطيع المنشآت تحصل او الشركة تحصل المالكة للفندق اللي مطلوب تطويره لغاية 200 مليون جنيه او اكثر حسب تقديم المشروع ومحتاج ايه لتطويره او تجديده ويتم الموافقة عليها بلاقحة غير مرتبطة بالبنوك يعني كان ده المبادرة اللي فاتت لم تنجح نجاحا جيدا لانه رتبطت شروط البنك وفجة الرزق وكلام ده اللي بيبقى تخوفات المرة دي لقى لها شروط اخرى وتم منقشتها في مجلس الشعب في لجنة السياحة وسيتم اقرارها من مجلس الوزراء في خلال ايام على ما اسمها شروط دي على حسب المكسب بتاعها ولا شروط تخص مثلا انه بضمان المنشآة مدى الخطورة لا بضمان المنشآة بضمان ملكية المنشآة يعني انا بمتالك فندق قديم مثلا ومحتاج تطوير قيمة ارض وقيمة المباني الموجودة عليه هنقول مثلا تمانها 50 مليون جنيه سيمنح في حدود 25 او 30% لتطوير هذه المنشآة انا بدي مثال لكن هي غير حقيقية طبعا فدي حتبقى اسهل من المبادرة السابقة لان المبادرة السابقة كانت البنك اللي بيقرر بيقرر وله البنك ده اللي هو مجلس ادارة وله جمعية عمومية فما يقدرش يمنح صناعة فيها والمبادرة دي هتقتصر على بنوك اللي هي اللي تمتلكها الدولة زي بنك مصر او بنك الاهلي او بنك القاهرة لكن هتبقى بتدرس كل حلة على حدة بتقيم المشروع بيتهيق لي هتبقى اسرع من المرة اللي فاتت لانه تقييم الاصل بيبقاش صعب من خلال هو ما كتب الخبرة بتقيم الارض بتقيم المبنى العائد الاستثماري بتاعه هيبقى عامل ازاي وده شي جيد انه الدولة هتاخد 40% من الحصيلة بالعملة الاجنبية فبالتالي يعني هتبقى نوع من انواع ضخ العملة الاجنبية ونحن بنعاني من هذه الفترة من ازمة اقتصادية في العملة زينا زي باقي الدول في المنطقة فبالتالي احنا محتاجين اي طرق ضخ عملة اجنبية من خلال زيادة العدد الغرف في الفندقية وبالتالي عزيادة عدد السياحة يعني احنا الطاقة الفندقية عندنا لازم نشتغل على الملف ده لانه ده 80% منها موجودة في شرم والغرداء او البحر الاحمر بقية الطاقة مش كبيرة سواء في القاهرة او في اللقصر او اسوان او اسكندرية او الساحل ما هيش بالكمية المطلوبة اللي هي مفروض تبقى متواجدة يعني كل الملفات اللي بتضخ دخل قومي لمصر سواء قناة سويس وبرضو اذا كان يعني قدرتها قدرتها في العمل بتتحكم فيها طبعا الجنوب واللي بيحصل فيه طبعا ومؤثرات خارجية كلها مش بادينا برضو المصريين بالخارج نفس الكلام لكن لو كلا مسيحة لأ في ادينا ان يحصل دعم بحيث ان هي تقدر تدخل لنا عملة دولاني لما نزود عدد الغرف الفندقية في جمهورية مصر العربية زي ما قلت لحضرتك تحديدا في المدن اللي هي مفهاش عدد غرف فندقية تكفي وعليها ضغط طلب كبير فبالتالي حتزيد من عدد السائحين اللي احنا بنركز عليهم مش عشان يعني انا في جماعية السياحة ثقافية لأ احنا فعلا لازم نركز على هذه النوعية من السياحة لانها السياحة سياحة مش هنقول الاغنياء نقول القادرين ومتوسط الانفاق لديهم تلات اضعاف تلات اضعاف من الشاطئ فاحنا محتاجين هذا الامر بشكل قوي جدا في القاهرة لؤسر أسوان فيوم اسكندرية المناطق اللي هي فيها فعلا سياحة اثارية او ثقافية وحضرات كتير متجنة طيب خلينا نتكلم بقى الحج والحقيقة ان الحج المملكة اولا بتستعدله هي بقى لها شهور بادري اوي وبسبب الازمة الاقتصادية اللي بيمر بها العالم ومصر تحديدا عندنا مشكلة في فكرة انه البنوك قالت شوية قرارات كده فبعد الاحين بيبقى مخينة مش مستوعب اللي عايز يسافر هيعمل ايه طب انا كونت الواحد بياخد خطوات فيزا وتعمل حجوزات وبعدين مش عارفة تعمل ايه وبعدين بتاخد الفلوس بتاعتك زي ما انت عايز بتاخد الفيزا بتاعتك وتسرب بيها لأ دلوقتي بقى في خطو لازم تتعامل لان نروح البنك واطلب فلوس زيادة علشان عارفة تعمل طب دلوقتي في الحجو العمرة الشركات عاملة ايه لان كل سنة بداية من كورونا الشركات الحجو العمرة تحديدا كل سنة عندها نوع من معاناة شكل تخلينا الكلام على المعاناة احنا خلينا الاول حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا وهي التطور الذي يحدث بالمملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية من 3 او 4 سنوات تحديدا لما تم تعيين السمو الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد قال انا سنة 27 او 28 لن احتاج الى دخل ناتج عن البترول ولكن سيكون هناك دخل اخر ومتنوع للمملكة العربية السعودية بداية ابتدى بالمشروعات البنية التحتية موجودة بيها اللي هي منطقة الرياض وانطلق بعد ذلك الى جدة وخصص مناطق يعني الرياض بقت متخصصة في المهرجانات ومنواع الفن وخلافه جدة ابتدى يركز في الموضوع الرياضة وتطوير الدوري السعودي وإقامة الإيفنتات برضو في جدة المنطقة الجديدة اللي بيعملها نيون وهي منطقة عملاقة اللي هي في البحر الأحمر والملف الأهم كان بالنسبة له وجاهز اللي هو الحج والعمرة السعودية زي ما حضرتك تفضلتي الواضح انك الملف يعني واضح بالنسبة لك طول عمرها بتشوف الحج والعمرة ده مش ملوش غرض ربحية أو مقصد ربحية لا الفكرة تحول في السعودية بمعنى هم عملوا بنية تحتية عملاقة زي ما حضرتك تفضلتي بس مش الحرمين لا نسبة التطوير المعماري والعقاري في مدينة مكة ومدينة المدينة المنورة اختلفت شكلا وموضوعا القطار السريع اللي بقى بيلخص الوقت أو ملخص الموضوع في ساعتين بدل ست ساعت بأوتوبيس أو طيران داخلي بيبقى متعب لو رامي جوارات اللي كان عامل المشاكل جمدة جدا دلوقتي بقى بي أكتر منتضب تطوير منطقة مينة تطوير عرفة والبنية التحتية لها وبالتالي تحول الموضوع مش هتبقى تأشيرة يعني السنة دي آخر حاجة لنا هتبقى اسمها تأشيرة عمرة من السنة الجاي اسمها تأشيرة سياحة زي ما حضرتك تفضلتي واللي هيقوم بيها شركات وليست شركات عمرة واحد شركات سياحية طبيعية رقم اتنين لغى موضوع شركات مؤسسات التوافة اللي هي كانت بتقوم على العائلات المتواجدة بمكة المكرمة فكل عائلة بتعمل زي مؤسسة ويندمه كمطوفين وبيخدموا طائفة من مثلا العرب الدول العربية الوحديهم الجنوب شركة عسل الوحديهم عملوها سنادي شركات وغرض هذه الشركات تحقيق الربحية فبالتالي المنظومة تحولت وزي ما حضرتك قلت السعودية اتفتح لها أكتر من 17 نوع تأشيرة ممكن تخشيها وفيه من نوع تأشيرات ممكن حضرتك تحصولي عليها في المطار دلوقتي وانت وقفة في أقل من 5 داعي لكل جنسيات العالم في خلال السنتين الجايتين هنوصل بالبصمة العين أو بصمة الإيد هتبقى دخول المملكة العربية السعودية ودي نقلة نوعية وحضرية كنا مش متخيلين السعودية تقوم بيها بالسرعة دي؟ أو مش متخيلين أصلا لأن السعودية لها خصوصية وأمن معين مختلف شوية لأنها بترعى كل الدول الإسلامية أثناء تأديت فريدة الحج فالسنة دي طبعا زي ما حضرتك تفضلتي قلتي المملكة بدأت في ملف الحج مبكرا جدا بعد انتهاء مسم الحج مباشرة وحط التواريخ احنا تخيلنا أنها لن تطبق يعني احنا كنا دايما بتسمعوا عن قرعة الحج بتتم في آخر شعبان وابداية شهر رمضان إجراءات الحج بتنتهي في شوال قبل زل قعدة أو خلال زل قعدة والناس بتطلع قبل الحج احنا ابتدينا السنة دي بدري جدا فحصل أنه طبعا منظومة جديدة فطبعا المزارة السياحة قالت أنه لازم يبقى فيه ناس متواجدة لجنة فنية لديها خبرة في هذا المجال أكثر من يعني مدة طويلة في هذا العمل سواء عمل عام أو في تنفيذ هذه الرحلات وتم تشكيل لجنة بقرار وزاري من قبل السيد الوزير للتعامل مع ملف الحج خارج نضاء غرفة شركات السياحة أو هو يبقى زي الاستشاري والناحية الفنية والغرفة تقوم بتطبيق هذا الملف أو تطبيق القرارات طبعا إحنا حطينا يعني خارطة العمل بالنسبة لنا كانت واضحة بناء على اللي عملية والمملكة العربية السعودية حطينا تعريق بدري جدا يعني فيه ناس في الدول الأخرى حتى تحصل على التعشيرة يمكن كمان أسبوع أو أثنين دلوها لسه أصلا فيه ناس ما قررتش تحج السنة دي في وصري بالضبط فطبعا إحنا زي باقي دول العملين زي ما حضرتك تفضلتي أو تحديدا في المنطقة اللي احنا موجودين فيها والضغوط اللي بتحصل على مصر الخارجية لأسباب سياسية لن نتطرق إليها قدت إلى وجود مشكلة اقتصادية في العملة الحر فطبعا تدخلت اللجنة بشكل سريع وقمنا بالتواصل مع الجانب السعودي من خلال ممثلي الغرفة وممثلي اللجنة وإن شاء الله هنؤجل التواريخ لأنه كان مفروض تنتهي هذه التواريخ يوم 25 اتنين يعني كمان ست أيام تكون الشركات انتهت من توصيق لأود والانتهاء من كافة الإبراعات في حين ان الشركات مش قادرة تدبر عملة وزارة وزارة حق وده يخلينا عايزين يعني زي ما يقولوا إيه بعثة رفعة المستوى من الدبلوماسيين اللي يكونوا بيتكلموا وبيتكلموا شكل مباشر عارفني فيه بعثة مصرية رئيستها أعتقد سامي رئيسة الإدارة المركزية لشركات سيحة خلينا نتكلم على ده لأنه أنا نفسي جدا يبقى الموضوع دبلوماسي أكتر منه شركات سيحة تتكلم هو ما بقاش دبلوماسي ولا بقى شركات بقى مميكا تخيل خلاص يعني إيتي بتتعامل مع السيطرة عشان نقعد نتفاوت بفكرة أنه معلش يا جماعة انتظروا على مصر شوي ده اللي احنا بنحاول نعمله وأنا شايف أنه السيد الوزير حيتفاهم هذا الأمر وأنا اتكلمته بشكل شخصي في هذا الأمر والراجل أبدا تفهمه لأنه عارف لأنه هو راجل يعني بخبرته وباعه الطويل في قطاع البنوك ففاهم الأزمة فإن شاء الله حيقوم بتأجيلها هي السيدة الفاضلة سامي سامي متواجدة الآن بالمملكة العربية السعودية تبقى للجدول الزمن اللي وضعته المملكة لكن للأسف ما فيه شركات راحت لأنه لم يتم تدبير المبالغ المطلوبة طبعا طلبنا من الدولة تدبير العملة للشركات فطبعا مش فوجئنا بالرفض احنا متوقعين لأنه احنا فيه أولويات داخل الدولة فيه أكل فيه أمح فيه طب فيه مستلزمات طبية فيه حالات أهم من هذا الملف من أهم من هذا الملف فبالتالي احنا دلوقتي بنحاول نوصل لحل وسط مع قطاع البنوط أحدك قصدك أنه عندنا التزامات كمصري يعني كيف قال مصر كدولة أهم من الحج أهم من الحج فبالتالي احنا لازم ندبر حلنا كقطاع شركات أو نحل مشكلتنا لكن احنا طبعا هنجتمع بالسيد الوزير قريبا وحنحاول أن احنا نجد حل وسط أن الدولة تساعد في تدبير هذا الأمر لتخفيف الأعباء عن الحج وليس لقطاع الشركات احنا عندنا تنين عقا أن احنا نكون بالكلمة على المملكة في أنه أجللنا شوية يأجللنا شوية لحين حل مشكلة الاقتصادية لكن احنا كترتيبات جهزين وضوابطنا جهزة من شهرين والخطوة اللي حتسبقها في كيتي البنك تفكير التدبير بقى لو تم التدبير لو تم التدبير يعني وإحنا مش إحنا شايفين أنه الدولة بتعاني في هذه الموضوع فإحنا مش لازم نضغط أكتر من كده فيعني إن شاء الله نصل لحل يرضي جميع الأطراف وأهم شيء اللي يهمنا المواطن الحج البسيط اللي هو مسافر ما إحنا البعثة بتاعتنا 23 ألف حج منهم 18 ألف حج اللي هم مش هنقول البسطاء هنقول اللي هم المعقولين المستوى المتوسط لأنه مع ارتفاع أسعار العملة أدى الارتفاع أسعار البرامل بقى الريال بكام ذاتي أكتر من عشر لا هو الريال في السوق المصرفية بـ 8 جنيه وربع لكن السوق الموازية وصل لـ 17 و 18 جنيه والضعف أكتر من الضعف فبالتالي دي أزمة بتواجهها شركات السياحة وطبعا فكرة أنه وسط توفر العملة اللي احنا عايزين العملة العايزين للصادي ومقنع وفر أكس وسلعة غزائية الأول ومستغمات طبية فيه أولويات لدى الدولة وإحنا احترمنا هذا الموضوع بشكل جيد بس طبعا ما زلنا بنحارب إذا احنا على الأقل حتى لو يتم تدمير جزء من هذه المبالغ لقطاع الشركات والشركات تتحمل الباقي لكن احنا كضوابط ومنظومة احنا منتهين منها وتعاقدنا مع كافة العرفات اللجنة متواجدة في السعادية لمعاينة السكن بس الشركات لازم تروح يبقى الفلوس موجودة داخل المحافظ لانتهاء الإجراءات التوسيق والتسجيل لان الحجاج بالفعل قاموا بسداد أكتر من 70% من المصر والمصنية استجاوبوا في سرعة وبتادها تجاوبوا في فكرة البدري البدري وتجاوبوا ودفعوا بس فين العملة الصعبة اللي احنا هنصدد بها فبنحاول ناجد حلول طب فيه نقطة أنا أعطيتك فيها معلش انت كنت بتقولي من دمن المحاور اللي حضرتك تكلمتي فيها ودي سبب أزمة مصر يمكن آخر سنتين في ملف العمرة وبيؤثر بشكل سلبي على ملف الحج وهو السمصرة والوسطاء احنا هذه النوعية من السمصرة والوسطاء استغلت التسهيلات التي منحتها المملكة العربية السعودية بأشكال جديدة كتير من التأشيرات زي تأشيرة شخصية تأشيرة زيارة تجارية بقوا ياخدوا التأشيرات دي وياخدوا مواطنين بوسطاء لا يعلمون هذا القمر وبياخدوهم يحججوهم بها بنظام مخالف وقدس هذا الكلام العام الماضي ان حج اكتر من 200 الف بشكل غير قانوني ساعتك فيها عقوبات بكتامل في سعودية رهيبة يعني أنا عارفة عشر سنين يا فندم بيبصم عشر سنين دي أول حاجة تاني حاجة فيه ناس والعزو بالله توفت لأنه دول بيخشوا منطقة المشاعر لأن التأشيرة الزيارة بيبقى مكتوب عليها غير مصرح له بالحج فبيخشوا بطرق ملتوية وليست قانونية تعزبها ياخد مشوار أطول يحط نفسه بالخطورة ممكن يمشي المسافة دي كلها وسيدات لم تؤدي الفريضة وفيه ناس تم تبصمهم ولم يدخلوا إلى منطقة المشاعر طبعا نوعية السمصرة والوسطاء دي بتاخد لأنهم مش مسددين رسوم الحج مش مقاعدين في سكن مؤهل طبقا لضوابة المصرية والسعودية قاعدين في مباني بسيطة على أطراف مكة غير مؤهلة فبالتالي نتيجتها كانت سلبية وسيئة جدا وأثرت على قطاع السياحة الناس عايزة تطلع بالأرخص والبسطاء تحديدا مش البسطاء المالية البسطاء أنهم مش عارفين مصطحتهم فين وحتى شرعا ده تحايل ده اسمه تحايل نحن بقى ده الوعي ده إحنا عملنا حملة قوية جدا اتكلفت ملايين الجنيهات وللأسف ما زالوا هذه الناس موجودة فإحنا أخذنا قرارات يمكن هتصدر في خلال الأيام أنه في حاجة أنه كانت هذه النواية من التأشيرات عشان تسافر تعدي من المطارات في حاجة اسمها البوابة العمرة المصرية فكان لازم يصدر حاجة اسمها براكود فبعض الشركات ضعيفة النفوس بتقوم ببيع هذا البراكود لهؤلاء السمصرة والوسطاء فإحنا السنة دي حطينا بعض عرقيل ليهم وحيكون فيه أخبار كويسة خلال الأيام الجاية هتكون ضربة قاسمة للسمصرة والوسطاء بمنع مش بمنع سفرهم حيتم وضع تأمين مدي عالي جدا لهذه الشركات لمنح هذا البراكود لهذه النوعية من التأشيرات تحديدا تأشيرة الزيارة الشخصية وإحنا مستمرين في هذه الحملة يعني في السوشيال ميديا وفي المواقع عشان يعرفوا أن التأشيرة دي مش هيعرفوا يسافروا بيها يعني دي نقطة مهمة وبنوجه من خلال برنامجكم المحترم أن الناس اللي تعاقدت مع السمصرة أو اتفقت معهم على تأشيرات زيارة شخصية تحديدا أو زيارة سياحية حيحصل لهم مشاكل كتير ومش هيسافروا والدولة غير مسؤولة لتعاملهم مع كينات غير شرعية يعني لو حاج راح اشتكى سمصار أو وسيط غير مرخص مش هياخت حقه وفلوسه راح وراحت عليه طبعا وممكن يعني يرحب أجنائي يشوف فلوسه بالشكل ممكن يتسجن ممكن يدفع غرامة رهيبة لا لا بتكلم على الوسيط الشركة نفسها والشركة احنا هنحط عليها تأمين لكل براكود يصل لمية ألف جنيه في فترة رمضان بحيث أنه لو المعتمر ده ما راجعش بعد رمضان وتخلف إلى موسم الحج تخصم عليه وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية عنيفة تصل إلى حد إلغاء الترخيص ترخيص ممارسة بسيحة كويسة جد هي احنا بنحاول نحن نفلتر السوق هي الغرض من شركات سياحة أنها تكون بالتنظيم حضرتك لي أنها فيها رحلة الحج والعمرة بتبقى فيها ثلاث أضلاع فيها مواطن فيها دولة فيها شركة الثلاث أضلاع دلوقتي دول تم اختيابهم عن طريق الوسطاء والسماسر مش عشان السعودية فتحت كل أنواع التأشيرات وسهلة اه يا فتكر وقت الشنجل قالك لماذا شنجل ممكن يدخل يوم العمر ماشي اللي أخذ الشنجل ده أكيد حيرجع مش هيتخلف أو هحجب بهذه الطريقة لكن احنا بنتكلم عن البسطاء بيتم منحة تأشيرة شخصية اللي هي زي الزيارة شخصية لأي شخص في السعادية نفعش بقى تحجي بيها دي ده غير قانوني فبياخدوا السمسار بيخفيه لمدة شهر ومصر احنا عندنا حاجة جميلة قوي قالك اللي ما نستطع إليه سبيلة هي فرد بس مش إلزامي يعني أنا عايزة أقول فكية المشقة ربنا عايزنا شعصا غبر دي معناها عايزنا نتبهل طب الناس الأصلا متبادلة يعني ومعكش فلوس تدفع أنت أكينك حاجات يعني ربنا سمعنا تعالى وبيسقط عنك هزا الفرق لأن أكينك حاجات بيسقط عنك هزا الفرق حضرتك تكلمي صح فنتمنى كده ناس تتجاوز أو عنده حاجة أهم يقولك لا البنت الأول وبعدين يبقى حاجة خلص التزام زي كان بيقول الناس اللي حاجت أكتر من مرة طب ما تطلع الفروس أحسن بالزبط كده فإحنا بنتكلم دلوقتي مع حضرتك وبنقولك إن إحنا بنحاول نقود خطوات شديدة وعنيفة لم نتخذها قبل كده في الغرفة على مر السنين عشان إقاف هذه المهزلة وشكلنا بقى سيء قدام من المملكة العربية السعادية لأن هم عملوا تنظيم جيد وعملين كل حاجة زي ما بكتاب بيقول والحاجات دي بتتنم أشر سيء جدا عشان كده عايز أقول برضو نقطة مهمة جدا أنا عارفة أن البعثة بص على الموضوع ده تكت المسافات وبذات في المثمنة المسافة طويلة جدا ما بين المعسكرات اللي فيها أو الخام اللي فيها المصريين وبين رمي الجمارات وده نتاج إنه قلة التنظيم وبعض الأخطاء اللي ممكن تكون بتحسن بصي حضرتك هي من والسامسرة اللي حطوا ناسيا السنة اللي فاتت حصلت مشكلة قاتلة السنة اللي فاتت إنه هؤلاء اللي هم بيحجوا غير شرعي دخلوا على مخيمات الناس الحجاج الشرعيين سواء حجاج السياحة أو الضفلية فحصل تكدسات طبعا ويمكن تبع حالات وافيات وحصلت حالات وافيات وحصلت مشكلة فطبعا إحنا أسبب المشكلة حتى لما تدخلت الحكومة السعادية قالت من ضمن الأسباب إنه حجاج غير نظاميين دخلوا المخيمات فالموضوع ما بقى السهل السعودية وصلت الحج السنة دي إلى أكثر من 2 مليون فمساحة الحج في منا متر مربع فقط اللي هو الحج الرسمي لو دخل حجاج آخرين بتأشيرات غير نظامية هيحصل حرج ومرج والناس مش هتلاقي وسائل نقل مش هتلاقي وسائل إعاشة ولا حمامات ولا كدمات ولا أي حاجة فبالتالي إحنا هناخد هذا الإجراء وبنتمنى أن السيد وزير السياح هيكون سمعنا دلوقتي أو المسؤولين في الجهات السيادية اللي هم مشاركين في تنظيم عملية الحج أنه يوفقونا على هذا الإجراء عشان نحمي الحج ونحمي شكل البعثة المصرية أمام السلطات السعودية وأمام البعثات الأخرى ونبقاش بشكل نظامية فيه نقطة تانية تحب تتكلم فيها قبل ما نتنقل يعني إحنا هنقفل الملف ده وحنطلع بتقرير ونرجع نكمل بقى في الملف الآخر لا تمام بالنسبة لك يا تمام طيب إحنا معنا تقرير عن سياحة الإخوت وسياحة الإخوت ويمكن الرئيس نفسه كمان نتكلفه موضادة إنه لازم نهتم بيها ونديها مساحة كبيرة لأنها ده بقى بيدخل دخل رهيب يعني كفاءة إيجار بس بس إن اليخت يبقى ليكن في ميناء دي مبالغ رهيب الإخوت دي تبقى معمولة من قشور الذهب وبيبقى فيها تنافسية شديدة جدا ما بين الملياردرات إنه كل واحد عايز يتباهى باليخت بتاعه بس الموضوع مش يخته ميناء الموضوع أوسع من ده بكتير جدا جدا ولازم نبقى درسين الجوانب بتاعته لأنه ليه فروعة كبيرة ولازم تتعمل بعناية شديدة من ضمنها مثلا البيروقراطية وإنه اندقات وورق تعالوا نشوف إن كان فيه إيفانت تتعمل كبير جدا لسياحة الإخوت ومصر استقبلته بشكل جيد جدا فتعالوا نشوف مع بعض الإيفانت ده ونرجع نكمل كلامنا مع أستاذ إيها بتفضل ترجمة نانسي قنقر نظمت ووزارة السياحة والأثار الإسبوع ده الملتقى الترويجي الأول لمصر كمقصد بسياحة الإخوت وشارك بالملتقى مجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين في سياحة الإخوت الفائقة ده غير عدد من قائد الإخوت وخبراء في إنشاءها وتشغلها وشركات تأجير الإخوت وكتاب متخصصين في المجال ده وعلى هامش ملتقى تم تنظيم زيارات تعريفية للمشاركين لمدن القاهرة والجيزة والعين السخنة والغردقة والأسر وأسوان وشرم الشيخ وسكندرية اهتمت الدولة المصرية من فترة بعمل تسهيل لإجراءات دخول السياح القادمين باليخوت وده بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات المطلوبة لدى الإخوت دي للأراضي المصرية بشكل أسرع وأسهل وبتعتبر سياحة الإخوت هي الأعلى قيمة من بين أنواع السياحة المختلفة وكل دي مجهودات لبداية قوية في الترويج لمصر أمريكا مقصد للسياحة التنقل باليخوت الفائقة ومستأجرينها في البحر الأبيض المتوسط رجعنا لكم مرة تانية معنا أستاذ إيهاب عبدالعيل عضو اللجنة الفنية العليا للحج وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية أهلا وسهلا مرة تانية أهلا بك عايز تعلق على اليخوت أنا بس عايز أعلق حاجة إحنا جبنا مرة ضيف عزيز علينا ومهندس قبطان وهو كان اشتغل فترة طويلة بره مصر في الملف ده فلما تكلم عارف لفت نظرنا الحتة إحنا ما كناش متخيلين أن لازم نهتم بيها حتى أبسط الحاجة اللي هي الكافيات المحيطة ميفاش تبع عادية المطاعم اللي حوالين المينانسون ميفاش تبع عادية الناس اللي بتتعامل مع الجاست لازم يبقى معها أكتر من لغتها تربع لغات بخيريا نتكلم عن الملف ده وإزاي مصر مهتمية بيه بشكل دي يعني حضرتك روحتي الأهمة حتة بس نتكلم خلينا زي ما قلت دي حضرتك في الأول البيروقراطية ملف السياحة سياحة اليخوت ده إحنا أثرناه يمكن أكتر من 20 سنة قبل كده بس لم يتم الاهتمام بيه يمكن يعني عمل سترس على الموضوع ده كان في خامة الرئيس واتكلم في هذا الأمر لأنه هذه النوعية من السياحة زي ما حضرتك قلت نوعية سياحة الأغنياء الناس دي عايزة خدمات معينة قبل الخدمات نروح للبيروقراطية بيتعاملوا سابقا أو ما زال لغاية الوقت أنه هذا اليخت يعتبر أكي أنه صاروة قومية لا اليخت لا غير أنه صاروة قومية أنه زي مركب عليه ركاب عاديين ودخلة وجمارج وبضاعة لا هات ورهات الأمور دي ما ينفعش طبعا حضرتك أنت في أي مينة من مواني البحر المتوسط أو حتى في الكريبي أو حتى في أي حتة في جنوب شرق أسيا في الملاديفس أو كده بيتعاملوا مع هذه النواية بشكل مختلف خالص أولا الأماكن اللي بيتم الرسوة فيها يجب أن تكون مجهزة بالجهات الحكومية لإنهاء الإجزاء الناس دي معها بتمتلك أموال وبتمتلك إخوت مش عايزة تحس بأي صعاب أثناء تأديت أجازتها أو استراحتها والدولة كمان لازم تعيي أن النوع ده مختلف من نهائيا لا حيبقى عنده مشكلة أمنية حنقوم معا بكل الإجراءات حضرتك الجمروجية الخوف من التهريب مش شباك واحد مش حكاية شباك واحد هي حكاية وصول الناس والتعامل معهم وهو بيطلع له زابط داخلية شرطة سياحة وزابط جوازات وبيطلع له بتاع الجمارك لا يجب أن دول يبقوا مؤهلين للتعامل مع هذه النوعية من السياحة وما يسعرش يبقى واحد بس اللي بيعمل طبعا إحنا كجهات شرطية لازم لهم إجراءات معينة في الدخول الدولة لأنه هو داخل الدولة لكن كله ممكن يتعامل إحنا بنشوفها في البلاد الأخرى زي اليونان وزي إيطاليا وزي أسبانيا بتتعامل حضرتك مش بشخص واحد بالثلاث أشخاص أو الثلاث جهات المعنية أو أكتر من ثلاث جهات معنية بس بشكل مبسط جدا في أبليكيشن واحد بيكون مبعوت قبل كده على الإنترنت ومتجهز كل الداتا بأسماء الناس اللي دخلها مجرد مقارنة لصور الجوازات وخلاص أو أصول الجوازات وانتهت الرقابة بتبقى رقابة مش تفتيش بقى لا فيه المنطقة اللي فيها المنطقة المرسى أو المينة اللي هم وقفين فيها كلها كاميرات يصعب تهريب يصعب الأعمال الإرهابية أو أي حاجة وحد قائم على المشمال لما تحسين مش كينا ندور على الكاميرا لأحد دقيقة قاعد يعني هي مراقبة بسكل مستديم 24 ساعة وانتي حضرتك مش حاسة الجاست نفسه مش حاسس بأي حد حوالي دي الحتة اللي هي البيروقراطية واللي بيعاني منها الناس ساعات بطنفر كانت أنا شفت حالات بطنفر وبتمشي يعني مجرد ما يعد في إبناء عشر اتنشر ساعة طب هو مش يبشي خلاص يستبعد مصر من جدوله نروح بقى حتة التانية اللي حد تتكلمت فيها طبيعة مواني اليخوت تختلف على المواني اللي بتستقبل بواخر عملاقة دي موضوع ودي موضوع احنا ما كناش شايفينه يمكن ابتدينا نشوفه البحر الاحمر على شكل صغير لكن الاهم والاساس هو البحر المتوسط لانه دخول قناة السويس والمرور للبحر الاحمر بياخد مش مرغوب فيها قوي لكن هي البحر المتوسط ما كانش في حاجة في المواني اللي هي موجودة سالبورسايد واسكندرية وخلافه فبالتالي الاماكن دي يجب ان تجهز تجهيز جيد جدا وعالي السيفتي والامان دي رقم واحد رقم اتنين الخدمات التي يطلبها هذا السائح من خدمات تخص المنشأة نفسيها او اليخت نفسه من تمويل وصيانة وخلافه تبقى جهزة في هذه المواني رقم اتنين الجهزية باماكن الاستمتاع او الانترتيمنت برضو تبقى اللي هي حواليها زي ما حضرتك تفضلتي تبقى متاحة بشكل جيد وسيفتي ليهم مفهوش مشاكل وجود منشآت او شركات سياحية لتأدية خدمة زيارات اليوم الواحد ليهم يعني حد نزل مثلا في البحر الاحمر او في اسكندرية لازم يبقى فيه حد جهز له ياخده عشان يطلع به كويك تريب يوديه الهارم والمتحف وخلافه الزيارات اللي هي العديد يعني فيجب ان يكون منافذ وجودة موجود من شركات سياحة فروع في هذه المواني اللي هي ترغب في تنظيم هذه نوعية الرحلات السريعة فهي منظومة متكاملة مش مكن القطاع الخاص يمسك الملف ده بشكل كويس يعني تحت إقابة الدولة وحيبقى فيها برضو العنصر الامني ده مهم بمزمنة جدا انا عارف بس القطاع الخاص انه يكون هو اللي بيبقى همزة الواصل ما بين الدولة وما بين الجاسم هقول لحضرتك على حاجة انا فجئت السناء من سنتين ثلاثة بس تأكدت من هذا الامر من اكبر مطارات العالم هيترو إيربورت اللي هو مطار لندن اللي بتديره المنظومة الامنية فيه شركة قطاع خاص وهي مسؤولة امام وبيعتبر من اقوى الجهاز الشرطي على مستوى العالم سكوتلند يارت شوفي حضرتك السلاسة وانت معدية يعني احنا لما بنعدي من اجهزة الاكس ري هنا حضرتك بتضطري تقلعي الساعة والموبايل دلوقتي في انجلترا تخشي زي ما انت التطوير الاجهزة لا ده بيشوف إذا كان فيه اوران بعد الشر يعني الاكس ري لك وصل عندهم مرحلة ما يفعش ولا تريم خدرات ولا اي حاجة فالمطلوب انه ياريت يعني يمكن من دمن المشاكل اللي حصلت في شرم ايام سقوط الطائرة الروسية وخلافه التأمين الشرطي واعترضوا على التأمين الشرطي بهذا الشكل اللي موجود في مطار شرم الشيخ واقترحوا ان تقوم شركة اقتعقاس اوروبية بتأمين هذا المطار وطبعا قوبلوا بالرفض من الجهات الامنية في مصر وانا معاهم لانهم متخوفين على بلدنا ومتخوفين على بس احنا لازم نتطور العالم بقى مفتوح على بعضه زي اودة واحدة ويبقوا بيتدربوا يعني اللي بيدربهم رجال الامن بتوعنا انه يبقى تحت اشرافهم بشكل ما انه اللي يمدهم بالداتة ماخد بالك مين اللي حيمدهم بالداتة غير الدخلية موجودين بس مش عفاه دي مهمة جدا يعني حضرتك لو مشيتي يعني احنا عندنا السياحة مش حكا يعني حكلم في حاجة بره الموضوع ده السياحة الووكينج توريزم اللي هي السياحة الماشي ليه عندنا مش موجودة لانه مش هتقدر يتأمن السياحة هو ماشي في الشارع في نص البلد او في خلافه لكن بره تحسي انك ماشي وعندنا مدن ممكن فيها ممكن فيها ممكن فيها ممكن السياحية اه ومارسع على ممكن ما ينفعش اسكندرية ما ينفعش لكن لو في تواجد امني بس صغير ظاهر هيحمي الدنيا يعني في اوروبا بتخشي اي لو حصلت مشكلة بتلاقي في نص دقيقة عشر عربية تطلعوا مشاعر على الجانبين وانتهت المشكلة بسلاسة واخدوا الشخص المخالف وانتهى الموضوع فاحنا لسه ما وصلماش لهذه الموضوع الكاميرات دي انا عارفة انها مثلا في الامارات من سنة 92 حضرتك عارفة الكاميرات احنا ركبك انا مرة على جنب كده طيب اتفجأتي يعني لكننا مرة على جنب احنا استعزلنا سواء انه بس المخرجة تنزل وجات لسه تنزل لقينا واحد موسيكل جاي في ساعتها قالك وقفتي ليه اه ولم عارفة نحن مصنين كان لطيف طبعا بس انا قزي انه الكلام ده سنة مثلا 94 بس بقى حضرتك وصلت الامارات بين الكاميرا والكاميرا 5 متر طيب وفي ناس قعد عليها اعدى هل ده مكلف قوي عشان كامش لا هو مكلف بس تكلفة وتواجد الجريمة لا تكلفة تواجد رجال الامن بشخصهم في المناطق مكلفة اكتر والاخطاء فيها اكتر انه ياخد عربية ويعد يلف بيها ويعدي على مناطق وكلام ده مكلفة اكتر طيب ومحتاجة قوة يعني هي دي تكلفة مرة واحدة بالضبط ومش وعلى فكرة مش ما بقتش بالمبلغ الفلكية بقت حاجات لانها كلها ويرلس ومش محتاجة فاحنا لازم زي ما حضرتك قلتي كده زي ما السعودية ماشية كده السعودية حضرتك دلوقتي تروح يتلاقي كان السيدات مثلا مفيش شغل اليوم دلوقتي بتاعتشتغل موظفة في اوتيل بتتعامل مع رجال وشيدات وعلى فكرة يعني في بنوك وعلى فكرة درجة الإيجاد عندهم في السعودية بالنسبة للسيدات أداءهم للعمل أقوى لما دخلنا المؤسسة بتاعت أو الشركة اللي تحولت من المؤسسة التوافة إلى شركة التوافة 80% من الموجودين فيها سيدات اللي بتقوم بالعمل يعني سابوا العلم العمل المواقع والعمل اللي في الشارع للرجال والإداريات كلها بقت يعني الموضوع اختلف لازم نوحق التطور نتطور بهذا الأمر يعني الموضوع لازم يختلف عن دين فملف سياحة سياحة الإيقود ده من الملفات القوية جدا اللي حتجيب فلوس يعني حضرتك لو عشر سياح جايين على ياخد أنا شايف الدخل العائد للدولة منهم يعني تقريبا زي 200 أو 300 سايح جايين بشكل نظامي على طيارة برفقة شركة سياحة أو من خلال شركة سياحة لأن ده حجم انفاقه مفتوح لا ده بيقولك إيجاري اليوم الواحد ممكن يوصل ل200 ألف دولار في اليوم لا ميتين ولا إيه ولا أفضل من كده عشان رقم عبيد لا بس أنا أعزي أنه لا رقم رقم كبير جدا ده غير انفاقه حضرتك بقى أنه حينزل يأكل ويشرب ويصهر ويتفسح لو دي عمرة دخلنا بشكل مباشر وبشكل مباشر وسهل جدا وبسيط ومفهوش أي مشاكل غير تجهيز المكان بشكل لائق والتعامل مع هذا الملف بدون بيروقراتية أو ظهور بيروقراتية أمام هذا طبيعة هذا السايح اللي جاي اللي هو مرفع مش جاي بقى بطيارة مع روكات لهم إيفنت ما تخرش حاجة زينا المميوات وطريق كباش كده يتم دعوة مليارديرات العلم وليكن مثلا عشرين واحد ومطرون أكثر من كده بس يتم اختيارهم سواء أمدار عربية وأجنبية ويتعملهم إيفنت في أي مكان مهارش حضرتك تتذكري كانت الأوبرا بتاع عيدة اللي اتعملت في حجب سود سنة سبعة وتسعين اللي تم دعوة فيها أغني أغنيع العلم وقيادات السياسية الكبيرة يعني كان حدث كبير يمكن ما شفتناش حدث من بعدي بنفس الحجم مستوى ده ونتعشم أنه افتتاح المتحف الكبير يكون على هذا المستوى إن شاء الله في النوعية خلينا نروح للجميلتين لوسو واسوان وأنا عارفة أنه يمكن مصر كلها تأثرت بالأحداث في الشرق الأوسط وفي حجوزات تلغت ولوسو واسوان تأثرت أنا مش عايز أهزر أقوية تحسدت لكن احنا فعلا كنا بنقول الأرقام على لوسو واسوان وطولة قلت يقول لك فولي بوجد ما فيش مكان الناس مش لقية وكان ده مفرحنا وعاملنا شوية إزعاج إنه لأ محتاجين قدرة استعابية أكتر من كده أنا كنا هناك قريب نعمل حلقاتنا وخاصة من جهز لرمضان حيبقى فيه جزء كبير من نارو واسوان ده الموسم بتاع لوسو واسوان لفت نظر الحاجة مهمة جدا إنه صين الصين كانت مبودة وابقوة بس أنا لما سألت قالوا لي أصدال عام الصيني يعني أجازات عندهم كل هي بداية فبراير يا فندم الصين بتاخد أجازة دولة كلها بتغلق لمدة شهر ودول مليار وربعمائة مليون انتشار مستوى العالم بييجوا بكسافة عالية للأسف كانوا زمان بيجوا للأسف زمان بييجوا لأ أكتر وبسعر بخص دلوقتي خلاص الحمد لله مفيش حرق أسعار مفيش حرق أسعار أنا يعني بناشد برضو زمالي في القطاع إنهم معلش إحنا بنمر بأزمة من ساعة أزمة غزة لغاية النهاردة إن إحنا نمسك شوية على أسعارنا وعشان إحنا بزلنا مجهود عشان نرجع تاني لهذه الأسعار في السياحة الثقافية منرجعش نتراجع بقى تاني لأن ابتدت ألاقي بعض برامج بيعلن عنها خارج مصر بأسعار مخفضة بكتير عن اللي كانت نزلة في أول الموسم الشبري وبالتالي بيدغطوا على الشركات المصرية وبيضغطوا على الفنادق المصرية فأنا بقول لا ما نوفقش على الكلام ده ونتمسك لأن احنا أنت هتقدم خدمة وحشة يعني أي فلوس هتنزل في الزل الارتفاع الأسعار الرهيب وحنرجع تالي للمشاكل يمكن نتيجة هذا الأمر السيد وزير السياحة إدى تعليماته للجهات الرقبية والتفتيش للنزول الأسبوعين اللي فاد إلى الأسوان وتم استبعاد كافة البنشاءات الفندقية وإيقافها إيقاف كل لعدم تباقتها للمواصفات روح اعمل فندقك بشكل كويس ولائق وتعال اشتغل كويس طبعا عشان يعمل فندق ولائق فحينفق فلازم أسعاره تبقى جيدة فأنا بأرضه بواجه رسالة الزمالي إحنا لازم نحافظ على صداعاتها الحمد لله بتريدنا نرجع ونتعافى زي ما قلت السنة اللي فاتت ما كانش فيه ولا أودة فضية ولا كبينة فضية في الأسوان السنة دي يمكن فيه تراجع 30% أو 35% نوعية رحلات وبعض الجنسيات توقفت عن القدوم لأن فيه نوعية من الرحلات بيسموها الهوليلاند اللي هي الرحلات الدينية اللي هو بيروح مصر وإسرائيل والأردن كل نوعية هذه الرحلات توقفت دي كانت بتيجي من أمريكا اللاتينية وبعض دول أوروبا نشتغل رحة العائلة المقدسة مكانها ويبقى احنا استفادنا من الموضوع ده لكن في الولايات المتحدة نترفع فبالتالي قل العدد وصل وإنجلترا لا ما نزلتش تحزير راسم إنجلترا نزلت تحزير راسم إنما حدش رحوا جنوب سيناء علشان الأحداث في اليمن في اليمن جنوب سيناء جنوب سيناء عشان حضرتك فيه صاروخ الضرب من اليمن ونزل ناحية بس هل منطقي إن أنا أقول ما ترهوش جنوب سيناء في حين إن هي بعيدة عن شمال سيناء مسافات طولة أو الحاجة التالية أنا كنت بقى طالب على فكرة الوزارة السياحة دلعطع كلامك لما أتكلمت مع أحد المسؤولين داخل الوزارة قلت له إحنا لازم نوضح خريطة مصر لأن أغلب دول العالم مش عارفة إن منطقة العمليات تبعد عن القاهرة 700-800 كيلو وتبعد عن صعيد مصر أكثر من 1500 كيلو يعني يمكن تركيا أقرب للأحداث من لقصر وأسوان ومن القاهرة لمسافة البحر لبنان والسوريا أقرب مننا فكان يجب وضع خريطة واضحة وبمنطقة الصدق تعالى إن سيناء في المنطقة دي ثاني عايزين نروج لكل مدينة برضو بشكل منفصل بشكل لكن لازم ينزل الكلام ده وطلبت منهم برضو إنه يتم عمل لقاءات مع السياح ويمكن بعض الزملاء في قطاع الفنادق والسياح عملوا كده مع السياح المتواجدة على الأرض اللي هي عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا إنه الشركات والفنادق تعمل زي سبيتش كده صغير مع السياح وعي مش بشكل إعلامي لا مش توعية مش محضرة نعملها بشكل بسيط انت مبسوط في مشكلة بالنسبالك حصل لك حاجة بالعكس زي مؤتمر صحفي صغير مش مؤتمر صحفي لا ده مثلا موظف الريسابشن بيسأل الساح بيقولوا أنت حسب الأمان صورنا الحاجات دي وبعتناها للناس اللي احنا شغالين معهم بره جابت فيدباك كويس اللي كان عايز يلغي مثلا 70% لغ 40% لما شافوا الأفلام دي طبيعية وأنه ما فيش حاجة طيب وحقول لك برضو الحاجة اللي أنا طول الوقت بنقولها في البرنامج نتمنى أنها تحصل وتوصل فوق بحيث أنها تتنفس ودي أعتقد هتفرق معنا كتير فكرة أن البورصة احنا بنخش بورصة كتير جدا جدا نسياحية أنه يبقى فيه شاشات كبيرة أنا عارف أن كده كده يبقى فيه شاشات بس يبقى الجاس سواء بقى بزنس تو بزنس أو person to person أنه أنا أدخل أدوس على الشاشة دي أشوف أسوان الآن أدوس على الشاشة تشوف شرم الشيخ الآن أشوف المعابر المختلفة احنا أدوس يا حضرتك بنعمل شاشة في المعارض في أي بورصة بس احنا يمكن بقى لنا سنتين عشان المكان الحيز مش كبير بتاعنا لكن من ثلاث سنين كنا جايبين لايف شرم الشيخ والغرداء الـ 14 سنة حاجة تفاعلية كده ناس شوء بشكل طبعا نتيجة انحصار المساحة لأن عدد الشركات العارضة والفنادق لسه احنا بنتعافى من كورونا لكن لو جناح مصر كبر سيتم عمل هذه الشاشات احنا بحيناش نتعافى من كورونا طيب ونفسي كمان إنه في محركات البحث إنه الناس لما تحط برضو أسوان لقصر تشوفها لايف يعني بتطلع لك شاشة عطول بيطلع في بعض المدن بتحصل دي بس كمان ناس تبقى شايفة أنا أعتقد هتفرق كتير قوي إنه ناس بشيبها لا يبصي حضرتك احنا بنادي هذه اللي تيوي توليدها كلها ومن خلال الجامعية عندنا بنادي هذه المقترحات لهاية التنشيط بيقول الميزانية لا تسمح في حين إنه احنا متعقدين مع شركة بندفع لها فوق إلى 20 مليون دولار وهي لا درسينا ولا عارفين ولا عارف عددنا وشركة أجنبية لقبل عكس ده أنا أفضل شركة مصرية هتعمل بشكل مهني أكتر ممكن نلجأ للتكنولوجي بتاعتهم نستعمل للعيتيز بتاعتهم لكن يبقى الفكر والمنتج خارج من مصر طيب الملاحظة التانية أولا المراكب هناك بتتنافس بشكل رائع بيقدموا خدمات جميلة جدا الإيفانس المعمولة بالتنسيق مع أهل البلد حاجة ما حصلتش يعني أنا شفت بعض الناس بتنزل الجزر اللي هي الجاست هاوس اللي حاجة تلعة جديدة كده النوبة نفسها أو أهل أسوان مثلا بيعملوها بيستضيفوا ناس في المقابل أو في أنها يعملون بغدا عشا طبعا الفيو ما حصلش المراكب نفسها بتعمل إيفانس ليه علاقة بالجلاليب ويعملوا حاجات ليه علاقة بالهوية المصرية وبالتالي في مراكب صغيرة جنب المركب الكبيرة وكل ده احنا قاعدين تفاصيله وبيبيعوا المنتجات المصرية علشان يعني فيه تنسيق ما بين المركب وما بين الناس طب خلينا نتكلم على لما بتنزل بقى الأماكن الأثرية وإحنا في الشيطة حتى الدنيا حر جدا أنا ببص على الناس كده وحسيت أن الناس دي مش جاية تيني مش جاية تيني عشان حاجة هو شاف المكان ده وطبعا هم درجة حرارة الحرارة عندهم يعني وليلة فلما ييجي بالنسبة له الشمس الجامدة دي مش قادر ياخد نفسه حتى فايقولك أنا خلاص كده حلو أنا شفته ومرة مش شفهوش تيني في حين أنه ممكن يتعمل إيفانس برضو ويتعمل أحداث يتعمل مسابقات يتعمل معلومات تتقال على المراكب ويرجع يبحثوا عن القصة دي زي كانت مثلا إزيس وأزريس فأنا حكيت لكم قصة تعالوا نشوف المشهد ده على أن يبدو رامعابد ونعمل عليه يعني نفسي قوي المرشدين اللي هناك يعملوا شغل بالتوافق مع المركب نفسها أو المراكب أو السفن العائمة دي وده بحيث أنه السائح ده يستمتع بوقته في وقت البتاع ونتو ندوتوا بيه أكتر ممرة أن المعابد تتفتح بالليل بص يا فندم هو فيه مشكلة في لقصر وأصوان هنقول عليها اللي هي ثقافة التعامل مع السياح مع أن الناس دي مفروض على فكرة الناس بتوها زمان كان عندهم الثقافة التعامل مع السياح اللي هي أيام الترجمان اللي هي ما كانش مرشد مرخص وكان بيتعامل مع السياح بشكل مختلف للأسف آخر عشرين أو تلاتين سنة الموضوع اختلف شكلا وموضوع بقت الموضوع أنه السياح بيقرى طريب أدفايزر أو بيقرى المواقع يقول له خد بالك ما تعملش كذا ما تعملش ما تشتريش من حد من الباعة الموجودين حوالين المعادة ما تعملش ما تعملش دي أنا بشوف أنها محتاجة وعي قوي جدا أنا يمكن اتكلمت مع حضرتك بس منططرة طويلة لما كلمنا على ثقافة المواطن المصري مع السياح عارفة ليه نهارت الثقافة دي لأنه ما بقاش فيه رحلة اليوم الواحد للطلبة ما بقاش فيه رحلة اليومين للسنوي ما بقاش فيه جمع رحلة الأربعة أيام فما بيشوفش السياح فلما بيطلع يتعامل معهم بعد كده ما عندوش الخبرة إيه اللي يتعامل وإيه اللي ما يتعملش ويمكن حضرتك شفتي وإنتي ماشية أكيد وقفتي في كومومبو وفي إدفو وكلافة ولاد صغيرين بيزن وزن مش موضوع سيء جدا حتى الأمن يعني عمل كل الطرق احنا مش هنقلل من دور الأمن عمل كل الطرق مع هذين الأشخاص أو هؤلاء المواطنين الموجودين احنا مش بنقول الناس دي وحشة الناس دي عندها مشاكل عندها أزمات اقتصادية عندها عندها بس ما عندهمش الوعي لدرجة أنه الجيش نفسه تدخل في هذا الأمر لكن هي محتاجة أن يتم تطوير الناس دي بشكل مختلف يعني نديهم خدمات إعاشة أدمية وكفاية بزارات أنا بجد يعني بجد أنا ببص على البزارات الحاجات تجنن على فكرة والماتريال بتاع حلهم هاتش بيشتري حاجة نتيجة طبعا المرشد أو من بلدهم قالوا لهم ما تتعاملوش مع الباعة المرشد ممكن يوديكوا حتة ممكن يبقى بيتفق مع الأي أن كان يعني يعني الساحة دا دلوقتي بيجي غير مختلف عن الساحة زمان دا بيقرأ قبل ما بيجي عارف حاجات عارف الأسعار عن إيه أدق منك عن كل حاجة صحيح عارف كل حاجة وعارف سعر كل حاجة عارف التاكسي هركبه بكام لما هينزل أدف وحيعمله في إيه لما هيروح كومومب وحيعمله في إيه لما هيروح لأسر هيتعامل في إيه عارف كل حاجة فإحنا لازم وعارف إن فيه بعض التماثيل جاي من وصين بالضبط ما تدع هليش بالضبط يعني عارف إن هو حاجات فيك مش مصنعة حتى في مصر فإلا أنا أصده إحنا يعني خلاص ابتدت السياحة ترجع لازم بقى اهتمام الدولة دا الوعي بقى يعني يبقى فيه توجه مش إعلامي فقط لا توجه داخل هذه المجتمعات إن الناس دي جاية لابا حتيتصرف فلوس كويسة وإن بيسته حيجي ناس أكتر لكن الأسلوب الغير حضاري اللي احنا بنتعامل مع السياح لدرجة إحنا الحناطير إحنا كجمعية مهتمين بهذا الأمر ورصدين مبالك وبنحاول إن إحنا نطور في الحناطير بنحاول نعملهم زي مشروع عشان يعني ما يستنفذوش السايح بهذا الشكل ويتعاملوا بهذا المنظر بس هو وعي محتاجة وعي محتاجة ثقافة وفي نفس الوقت محتاجة الشدة والحزب مع النوعيات المخالفة واللي هي بتبقى إكستريمينج يعني اللي بقى يتعدى على سايح أو يتحرش أو يسرق أو ياخد منه حاجة بالعافية لأ ده لازم يعني يبقى فيه قليب لك قانوننا ضعيف جدا في هذا الأمر ضعيف جدا القانون نفسه ولا تنفيذ القانون يعني الزابط شرطة سياحة يقبض على المخالف ويعرف يخرج منها يروح النيابة يخرجوا بغرامة خمسين جنيه لأ أنا عايزه يتحبس أنا عايزه ياخد سانة سين بسي ما تكرر بس أنا عايزه أقول لحضريةك أنه أنا وانا وقفة يعني على قد ما فيه ناس بتزنوا في بعض اللي حين بنات حلمين كده تلاقي نفسك ضعيف قدامهم أنه خدي هدية فطبعا تلاقي نفسك ما تشاهد الغرف مو بقى أنا بأحب الأسلوب بتاعهم ده لأنه أسلوب جميل وما فيهوش زن لا أنا شفت حد بيزن على سائحة أنه أرجوك يخدي ده لأ خدي تبدأ حلو تبخدي هدية وبعدين شفت نفسنا بسهل وقفة يعني من البلد جم يعني شدوه وشايفهم بيكلموه حدا وعيد كده أنا فكرة أهل أسوان أهل أسوان تحديدا ومنطقة النبع لديهم وعي كويس جدا في التعامل مع السياحة بخلاف منطقة للأسف إدفو كومومبو والأكسر هناك يعني أسلوب مش لذيذ وعنيف وفيه زن كده وفيه لأ تخطي لخصوصية السايح هذا باليق يعني أنا مثلا السايح ماشي على الكورنيش بيستمتع بمنظر المعبد جنب الكارنك أو اللوخصر معبد اللوخصر ليه أروح له لو هو عايز حاجة هيجيه لك بالزبط عايز يركب حنطور هيجيه لك عايز يشتري منك حاجة هيجي لغاية عندك لكن لما أنت هتروح له مش هيشتري منه حتى لو عايز يشتري مش هياخد منك حاجة صحيح أولا أنا سعيدة بوجود حضرتك معينا جدا عرفنا كم معلمات عن حج العمرة إن شاء الله يعني عمرة رمضان تبقى حاجة ممتعة للجميع ومحصلش فيها يكون مش هيكنات حالة على مستوى شركات مصر بإذن الله والحج يبقى السنة دي بداية كده انطلاقة كده للقادم إن شاء الله في التغيير من كل الجاد أنا بشكرك نورتنا الأستاذ إيهاب عبد العال عضو لجنة الفنية العليا للحج وأمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة